الحمد لله رب العالمين محمده جل وعلا ونشكره وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ندرس فيه شيئا من أحاديث كتاب الصيام أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فقها في دينه وعلما بشريعته مما يستجلب رضاه ويكون سببًا لمحبته فلعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث التي ذكرها الإمام في هذا الكتاب نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسم قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس أدعو الله له فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيما أعطيته فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة قوله في هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها قد قال طائفة من أهل العلم بأن بين أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم قرابة رضاعية فهي خالته من الرضاعة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها قوله فاتته بتمر وسمن يعني كل منهما في إناء مستقل وكانوا يأخذون من التمر فيغرفون به في السمن فيأكلونه وفي هذا جواز أكل كل منهما وجواز خلطهما في الطعام وفي الحديث أنه لا يلزم الصائم تطوعا عند زيارته لأحد أن يفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم صائما وبقي على صيامه وقوله أعيدوا سمنكم في سقاءه أي في القربة التي أخذ السمن منها وفيه حفظ الطعام في الأوعية المناسبة له وفيه إعادة الطعام إلى مكانه بعد غرفه وقوله وتمركم يعني أعيدوا تمركم في وعائه يعني في آلة حفظه التي يحفظ فيها ثم بين لهم العل فقال فإني صائم وفي هذا أن من اعتذر عن قبول ما يعطيه له إخوانه ينبغي به أن يبين السبب الذي جعله يعتذر عن قبول ما أعطوه إياه وفي الحديث من الفوائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كانوا يطلبون منه أن يصلي في بيوتهم ليتخذوا مكان مصلى محلا لأداء صلاة النافلة وفي الحديث أداء صلوات النوافل في البيوت أما المكتوبة فإنها تصلى في المساجد بالنسبة للرجال وفي الحديث مشروعية الدعاء للآخرين سواء بحضرتهم كما في هذا الحديث أو بغيابهم وفي الحديث أيضا استحباب أن يدعو الإنسان لمن يقابله ولمن يقرب له وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز طلب الإنسان الدعاء من غيره سواء له أو لغيره فإن أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لإبنها أنس رضي الله عنه وفي الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك خادمه رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد استحباب اختيار الأدعية الجوامع الشاملة لخير الدنيا والآخرة وفي الحديث من الفوائد جواز أن يسمع الإنسان غيره دعاءه له كما دعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بحضرته وبسماعه وفي الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء بكثرة المال وأن ذلك لا حرج فيه وإذا قصد الإنسان بكثرة المال أن يتمكن من فعل ما ينفعه في الآخرة كان ذلك من الدعاء بأمور أخروية وفي الحديث الدعاء بكثرة الولد وأن ذلك من الأمور الجائزة وفيه الدعاء أيضا بالبركة فيسأل الله جل وعلا لغيره البركة في ماله وفي ولده وفي هذا الحديث أن العطية قد يعظ مؤثرها بنزول البركة من الله فيها وفي هذا الحديث بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه ولذا كان من أكثر الأنصار مالا ومن أكثرهم ولدا وقال هنا قال أنس حدثتني ابنتي أميمة أو أمينة أنه دفن لصلبي يعني أبناءه المباشرين دون أحفاده مقدم الحجاج يعني في السنة التي قدم الحجاج فيها واليا على العراق لعبد الملك بن مروان بضع وعشرون ومئة من الولد مما يدلك على كثرة أولاده رضي الله عنه نعم حسن الله إليكم قال عن مطرف عن عمران بن حسن رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سارر هذا الشهر قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين قوله هنا أن رجلا سأل وعمران يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عمران أو سأل رجلا وعمران يسمع فيه تفقد الإنسان لأحوال إخوانه في طاعة الله جل وعلا ليرشدهم على ما ينتفعون به فقال يا فلان فيه نداء الرجل بإسمه مجردا قال أما صمت سرر هذا الشهر السرر آخر الشهر فقال الرجل لا يا رسول الله في هذا استحباب صيام أواخر الشهر وأن لذلك فضيلة قال فإذا أفطرت يعني إذا أكملت صيامك فصم يومين كأن هذا بمثابة التعويض عما فاته من الأجر في تركه صيام أواخر شهره الماضي نعم في هذا الحديث كراهة الصوم يوم الجمعة وقد جاءت الأحاديث في بيان أن المراد بذلك إفراد الجمعة بالصوم وأما من صام يوما قبله معه أو صام يوما بعده معه فإنه لا يدخل في النهي وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي هل يدل على التحريم أو الكراهة والأصل في النواهي أن تكون دالة على المنع والتحريم وكما اختلف في اقتضاء هذا النهي لفأ الفساد ويستثنى من الحديث ما إذا كان هناك معنى خاص في يوم من أيام الجمعة كما لو كان يوم الجمعة هو يوم عرفة فحينئذ الله حرج في صومه ولو صامه لإنسان مفرداء ومثل هذا من كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصوم يوم الجمعة إذا وافق نوبته مع كونه لا يصوم الخميس ولا يصوم السبت فدل هذا على أن من صام يوم الجمعة لعارض يأتي عليه لا لذات كونه يوم الجمعة فإنه لا يدخل في النهي وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون بقية الأيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي نعم حسن الله إليكم قال عن نبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده قوله هنا لا يصوم فيه تصريح بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في النهي وقوله أحدكم يشمل الذكور والإناث بحيث لا يقال بأن هذا خاص بالرجال الذين يشهدون صلاة الجمعة كما قال بعضهم وقوله يوم الجمعة إلا يوما قبله يعني أن من صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت فإنه لا يدخل في النهي الوارد في هذا الخبر فابكم الله قال عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأخطري في هذا الحديث النهي عن الصوم يوم الجمعة وأنه عن إفراده بالصوم دون يوم قبله أو يوم بعده وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفقد الرجل لأحوال أهله وقوله في هذا الحديث فقال أصمت أمس دليل على سؤال عن خصائص صيامها ليدلها على الحكم الشرعي المتعلق بفعلها وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن النهي عن صوم يوم الجمعة يدل على الفساد والجمهور على أن النهي هنا لا يدل على الفساد لأنه عن أمر عارض خارج عن ماهيته وفي الحديث من الفوائد جواز فطر من صام تطوعا وأنه لا يلزم تطوع الصيام بالبدء والشروع فيه كما قال الشافعي وأحمد حيث لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم واكتصر على أمرها بالإفطار ثابكم الله قال عن ع القامة قال قلت لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق في هذا الحديث فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه بيان الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن أحواله للأمة ليكتدى به في ذلك وفي الحديث استمرار الإنسان في العمل الصالح ولو كان قليلا وفي الحديث عدم تخصيص يوم من الأيام بخاصية دون بقية الأيام بحيث يستمر الإنسان في عمله الصالح ولا يخص يوما بعينه من أجل أن يكثر أجره ويتتابع عمله وقولها كان عمله ديمة أي يستمر فيه وقولها وأيكم يطيق أن يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أنواع الطاعات أثابكم الله قال عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون قولوا ميمونهم المؤمنين رضي الله عنها إن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فإنه يستحب صوم يوم عرفة أهل غير الحجاج وأما الحجاج فالأفضل لهم عدم الصوم من أجل أن يتفرغوا للدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة في الموقف الشريف وفي هذا تماري الناس وتراد بعضهم على بعض في ما يتعلق بأعمالهم وما يترتب عليه أحكام فقهية كما كانوا يفعلون ذلك في صيامه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقولها بحلاب الحلاب إناء فيه لبن حلب من ناقة أو غيرها من بهيمة العنعام وفي الحديث استحباب الفطر في يوم عرفة للحجيج وفي الحديث أن من يقتدى به في الخير ينبغي به أن يري الناس ذلك من أجل أن يقتدوا به وفي الحديث أن الإنسان يحتسب جميع أفعاله فيحتسب عند الله صومه وكذلك يحتسب عند الله فطره ليكون مأجورا في الحالين وفي الحديث شرب الإنسان أمام الآخرين وأنه لا حرج في ذلك نعم صلى الله عليكم قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد يوم الأفحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما اليوم الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ذلك يوم الجمعة فصل قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصل قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث قوله شهدت العيد يعني صلاة العيد في هذا دليل على مشروعية صلاة العيد حيث كان ذلك من الأمر المجمع عليه من العصور الأولى من عهد النبوة وفي هذا دلال على استحباب الاجتماع لذلك وقد رأى الحنفية أن صلاة العيد من الواجبات التي لا يجوز تركها وقوله شهدت العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه صلاة الإنسان لصلاة العيد مع الإمام الأعظم وفي الحديث أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وهذا هو الذي سار عليه الناس من عهد النبوة بحيث أول ما يقدم إلى مصل العيد يبدأ بالصلاة وفي هذا دلال على أنه لا ينادى قبل صلاة العيد بأي نداء وإنما يصلى مباشرة وفي الحديث مشروعية خطبة العيد كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونها وفي الحديث من الفوائد تحريم الصوم يوم العيد بحيث يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى فهما يوماً من أيام ضيافة الرحمن نهي عن صومهما ومن المعاني في هذا أن شهر رمضان قد كمل وهو واجب صيامه فأراد الله عز وجل أن يفرق بين أيام الصوم وأيام الفطر بجعل يوم يحرم صومه من أجل أن لا يزاد في المشروع ما ليس منه وهكذا نهى الشرع عن صوم يوم الأضحى فإنه قد جاء بعد يوم عرفة الذي يتأكد استحباب صيامه وعلّل هذا في هذا الخبر بقوله أما أحدهما يعني عيد الفطر فيوم فطركم من صيامكم وفي هذا دليل على ارتباط عيد الفطر بشهر رمضان وفي هذا تأكيد على اعتماد الحساب القمري في التواريخ لارتباط ذلك بأحكام شرعية عديدة وفي الحديث من الفوائد النهي عن صوم يوم عيد الأضحى وقد علّ له بقوله يوم تأكلون فيه من نسككم أي من ذبائحكم التي تضحون بها وفي هذا مشروعية ذبح الأضاحي في يوم العيد وقول أبي عبيد مولى بن أزهر ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ذلك يوم الجمعة يعني توافق يوم الجمعة مع يوم العيد فصلى قبل الخطبة فيه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة حتى ولو كان يوم العيد يوم جمعة ثم خطب بعد الصلاة في هذا دليل على مشروعية خطبة العيد وجماهير أهل العلم وهو مذهب لإمة الأربعة أن العيد يخطب له بخطبتين لا بخطبة واحدة فقال يا أيها الناس فيه نداء المسلمين بلفظي الناس وفي هذا الحديث من الفوائد أن من صلى العيد لم يلزمه أن يصلي الجمعة فيجوز له الاكتفاء بصلاة الظهر في ذلك اليوم وأما من لم يصلي العيد فإنه يبقى على الأصل من وجوب أدائه لصلاة الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والقول بسقوط صلاة الجمعة هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم وقد صحت الأحاديث في ذلك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من تتوقف الجمعة عليه كخطيب الجمعة فإنه يبقى على الأصل من وجوب صلاة الجمعة عليه وفي هذا الحديث استحباب صلاة الجمعة لمن صلى العيد وأنه لا يمنع منها وهكذا لا يدل سقوط صلاة الجمعة على سقوط صلاة الظهر فإن صلاة الظهر لمن لم يصلي الجمعة باقي في ذمته في يوم العيد ولو كان قد صلى صلاة العيد مع الإمام والعوالي ضاحية من ضواحي المدينة قد وصلها عمران المدينة في عصرنا الحاضر وقوله فلينتظر أي ليبقى من أجل أن يصلي الجمعة إن شاء وربط الفعل بالمشيئة والمحبة دليل على عدم وجوبه وقوله ثم شهدته يعني شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة مما يدل على إطباق الخلفاء الراشدين على أداء الصلاة قبل الخطبة في العيد وإنما خطب قبل الصلاة من قبل بعض بني يومية لما رأوا أن الناس لا يبقون للاستماع للخطبة جعلوا الخطبة قبل الصلاة ولكن المشروع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته أنهم يبدأون أول ما يصلون المصلى بصلاة العيد وقوله هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاثة يعني لا تدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ألا فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة يعني لما ورد إلى المدينة كثير من الفقراء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أهل المدينة عليهم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ولكن نسخ هذا وإما أن يكون علي رضي الله عنه علم بالمنسوخ ولم يعلم بالناسخ وإما أنه ظن أن الحكم مربوط بعلة وجود أو ناس يحتاجون إلى اللحم ولعله في عصره قد وجدت الحاجة إلى اللحم وكانوا في الزمان الأول يضعون اللحم يقومون بتقطيعه شرائح صغيرة ثم يضعونها في الشمس من أجل أن يذهب ما فيها من دسومة وبالتالي يمكن حفظها بدون أن يسري التلف إليها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين وإن شاء الله تعالى أن يكون درسنا في الغد في السطح بإذن الله جل وعلا أسعدكم الله ورفع الله درجاتكم ورزقكم اتباع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة